موسيقى أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع مسلمي الهند أو ما يجري لمسلمي الهند حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة الهندية وهي تستهدف بأسلحتها أحد الفلاحين المسلمين ثم تتابع التنكيل به عند سقوطه أرضا دون حراك وعلى جسده بقعة من الدماء لكن ذلك لم يمنع عددا من أفراد الشرطة من ضربه بالهروات وانضم إليهم أيضا مصور صحفي داس على رأسه وذلك خلال تهجير آلاف المسلمين في ولاية أسام بشمالي شرقي الهند هجر نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة في تلك المنطقة من بيوتهم بعد قرار السلطات لإزالة أحياء سكنية للمسلمين وذلك بذريعة أنها أقيمت فوق أراضي مملوكة للدولة طبعا الفيديو أثار ضجة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الدولي وندد به ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي دعونا نشاهد هذا المقطع اشتركوا في القناة الغريب في هذا المقطع أنه بعد ما قتلت الشرطة الهندية هذا الفلاح المسلم الهندي قام مصور صحفي كما شاهدناه بالدوسة على جسده وعلى رأسه طبعا يعاني المسلمون منذ مدة من عمليات القتل والتهنيش في الهند وسط صمت دولي الهند تقتل المسلمين هذا الوسم الذي غرد به المسلمون والعرب تصدر الترند في منصة تويتر دعونا نتابع بعضا من التغريدات أحمد بن عبدالله يقول يجب على الحكومات الإسلامية في كل دول العالم دعم مسلمي الهند ضد القتل والتهجير من حكومة الهند الهندوسية وإلا سوف يستهين العالم في دماء المسلمين وتستباح لهم ونحن نتفرج من غير أي ردة فعل مالك بن هلال يقول إن كانت الحكومات تجد حرجا في التعبير عن مواقفها السياسية تجاه ما يحدث من أعمال إرهابية في دول أخرى بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية فإن الشعوب يفترض أن تقول كلمتها بدون أي حرج وإذا ما يحدث لإخواننا في الهند فواجبنا إنسانيا ودينيا أن نقاطع كل ما هو هندي أما وثمان الثواني فقد غرد وقال الهند تقتل المسلمين أمام أنظار العالم أجمع فدماء المسلمين عند المسلمين أنفسهم باتت رخيصة ولكن لزوال الكعبة عند الله أهول من إراقة دم مسلم وإني لأخشى على نفسي وعلى المسلمين شعوبا وحكومات من ويلات غضب الله فاسترخاصنا لدماء الأبرياء اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وسام العامري قال آن الأوان لدعم المنتجات الباكستانية والأضغانية ومن منجلادش والتركية والماليزية والإندروسية ومقاطعة المنتجات الهندية بصورة صارمة وحازمة لا تقبل الحياد والضعف والتذذب والملل الهند تقتل المسلمين نذهب إلى ملف آخر ونذهب إلى ملفات العراق وما يحدث من انتزاع الاعترافات تحت التعذيب فلم تكن حادثة علي الجبوري الذي أجبر على الاعتراف بقتل زوجته الحية وحدها ما حصل في سجون بابل قصة أخرى وقصص كثيرة عن التعذيب في استخبارات بابل ترويها ابنة منتسب في الجيش تم اتهامه بالإرهاب وقالت البنت بأن ضباط التحقيق يمنعون عرض والدها المنتسب في الجيش على لجنة طبية بسبب حجم الضرر الصحي والجسدي الذي أصابه خلال التحقيق أي بسبب ما لحق به من تعذيب دعونا نستمع لشهادتها نحن نفسه في يوم 9.2021 تم اعتقال والدي من عاملية الفلوجة أصام مادد حمد من قبل قوة تابعة لإستخبارات بابل من يوم 9.2021 إلى يوم 8.09 لنعرف أي شيء نتوجه بعد 7 كامل وتبين إنه معترف به أرهابي كما هو أرهابي؟ وتسبب التعنيف الفضيع لأدى على كثر ثاقة وتشقيق جسده بسبب التعذيب الفضيع وعند عرضه على قاضي التحقيق أمر قاضي التحقيق تحويله وعرضه على اللجنة الطبية ولم يتم عرضه على اللجنة الطبية إلى هذه اللحظة من قبل استخبارات طابل ألمن أن والدي أحد من تسدي الجيش العراقي والدي مريض ومريض الكساح ونحن عائلة دافعت أن الوطن وخاتلت الإرهاب ومفت أربع شهداء علما أنه تم عرضه أيضا على لجنة حقوق الإنسان وطلبت عرضه على اللجنة الطبية مرة أخرى بأسرع وقته لكن تم أخطائه مرة أخرى للتحقظ عليه من آثار التعديد لذلك أحنا نطالب جميع الأجهزة المعنية وأطالب أنا جميع صفتي بنته وهو والدي وهو إنسان بري أنا أطالب جميع الأجهزة المعنية والسيد رئيس الوزراء العراق الإستار مصطفى الكاظم أنه يسمع صوتي ولبي لطلباتي إنه هذه بريضة مع قصص التعذيب في سجون العراق حيث تعرض عدد من شباب محافظة الهيالة إلى الاعتقال في مركز جرائم بعقوبة بعد تلفيق قضية لهم واتهامهم بتفجير عبوة على الميليشيات في بعقوبة تم منعهم من مقابلة أي محام حتى يتمكن من الدفاع عن أنفسهم قيل بدوافع طائفية تم تعذيبهم وعرضهم على قاضي المحكمة وتم كشف الدلالة خلال 12 ساعة فقط دعونا نستمع إلى بعض الحقائق التي ترويها والدات هؤلاء المتهمين في هذا المقطع أنه أنتم مجرد ستأخذون استفسارات وأقوال من إدنى ونطلع ومن يوم السابع لحد هذا اليوم مصير ولدنا مجهول حتى محامي لم يكننا نلتزم محامي حتى يترافع عنهم أو يعرف هما الشيء الذي يصير بهم بالداخل أثناء التعذيب أثناء التعذيب جابريهم على أدة اعترافات تعذيب يعني وصيهم إلى مرحلة أنه حتى الشيء اللي هما ما نسوي قايلين إحنا نسوينا نتعرض إلى أشد نوع التعذيب والتعذيب اليوم أنا أصلا رحت وشفته وشفت لحد الآن آثار تعذيب بجسمه سألتقى اليوم التعذيب اللي شفناه يعني ما ينوصف وصلونا إلى مرحلة أنه حتى فقدنا فاقد ابني من خلال التعذيب وناقلين للمستشفى وحنا ما ندري به وحتى ما خلونا نشوفها بذيت الأيام كلها ابني هشارو يحظن ويبتش أقول ليش تعترف على نفسك تشذيب يقول يم ما ما أقدر يم ما يم ما أتما تدريني شون راجديات وشون كتل وشون عذاب يم ما يقول يم ما يقول ما أقدر بعد ما أتحمل الكتل ما أتحمل عذاب يقول يم ما ما أقدر وزين شون معذ بي قالي واعترفت على نفسك تشذيب يم ما يقول يم ما كلها تشذيب يقول يم ما كلها تشذيب وانا هذا يقول كلها تشذيب ونبقى مع قصص السجون في العراق والتعذيب فتلفيق التهم وتغيير مسار القضية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب السمة الأبرز في قضايا سجون العراق وفي هذه القضية على الأخص على الرغم من تأكد العائلات أو تأكيد العائلات من براءة أبنائهم وتسليمهم بأنفسهم للجهة الأمنية دعونا نستمع لشهادة عدد من آباء المتهمين بعد أن استمعنا إلى شهادة عدد من شهادات الأمهات فلنتم قائد الشرطة بيدي نسلمناهم أشياء ثانيهم انقلبت الساعة 180 درجة طلعوا هم اللي انفجرين هم اللي كذا على أساس أنهم اعترفين الاعترافات تمت تمت بخلال ساعات معدودة رأساً أخذوا اعترافاتهم وكشف الدلالة وعرضوهم على عقاض التحقيق بثاعات يعني لا نهيش تحقيق لا نهيش بالعراق يعني أنا أسال يعني أسال وقليوس وصوت لكل العالم أكوهيش أكوهيش الشغلة يعني نحن متأكدين من براءة أبنائنا أو لا براءتهم نحن متأكدين من بعدهم لا نسلمهم أنا أقول لك بحظة ما أسلبهم نحن مرة نسكت عن أولادنا أبد لأنهم هي تهمة باطلة مية بالمية حمل المسؤولية الكاملة ليه؟ قائد الشرطة ومدير جرائم ديالة وضابط استخبارات ديالة بإبراز الحقيقة وإظهارها للرأي العام يعني شينها السرعة باتخاذ القرارات إش قد حاولنا أن نوكل محامين للقضية ما قدرنا إلى تفاعل الجمهور حول استمار التعذيف في سجون العراق وانتزاع الأترافات أبو حسين الشمري علق وقال على منصة فيسبوك قال الفرج قريب إن شاء الله شباب أبرياء وكلش زيان ندر بيهم وبعوائلهم الأصلاة أما ماهر فقال دولة ميليشيات لا حسيب ولا رقيب حسبي الله ونعم الوكيل أثير قال فعلا الله لا يوفقهم يستعملون أساليب رخيصة يخلوهم يعترفون أما زينب عمران فقال صوج أهل الشباب صراحة تقول أكو واحد يثق بهاي الحكومة كلها حرامية وأولهم قائد الشرطة نذهب إلى ملف آخر وكذلك في العراق شاهدنا كيف تم تلفيق التهم لشباب أبرياء بحسب شهادات أهلهم لكننا سنشاهد بالمقطع التالي قصة أخرى من قصص العراق العجيبة تبين سطوة المجرمين وتغولهم حيث تعرض منزل مواطن من محافظة البصرة للمحاصرة وإطلاق النار من قبل مركبات قادمة من محافظة ميسان هذا المواطن يمتلك شركة صيرفة وقد قام أبناء هذه العشيرة التي اعتدت على بيته بسرقة مليار وثمانمائة مليون دينار من شركته العام الماضي وقد تم إلقاء القبض عليهم وإصدار أحكام قضائية ضدهم يأتي هذا الاعتداء لإجبار صاحب الصيرفة وتحت تهديد السلاح بالتنازل قضائيا عن اللصوص دعونا نستمع لشهدتي صاحب الصيرفة أنا صاحب شركة صريفة والموقت العام ما يقارب مليار وثمانمائة وخمسين والحرامية لزموهم والحمد لله وشكر أن لزموهم الجرائم والسيد عميد محمود اللي يتحقق بهذا الموضوع والسيد القاضي يعوني السيد يردون مني تنازل أنا تنازل عنهم أطلحهم تحت التهديد بالسلاح بالكذا والبارحة بالسعب الوحدة أنا صاحب عالي ورجال تاجر وما عرف وانا بتوجي وانا روح ما أدري عائلتنا الرعبة الوليد الرعبو البيت تتفلش تكسروا من البيت طلق رمي ما عرف يعني يجون من محافظة ميسان للبصرة ويرمونا زين وان قواتنا الأمنية وان أخواننا وناشر وزير الداخلية تخيل الله يخلصونا ونروح وننشتغل ونطوجينا حسبي الله ونعمل وكيد نحن هم نقدر كش نسوي بس مقدر احترام للقانون احترام للدولة نعم تسوى المشروع أين هي القوات الأمنية أين هي وزارة الداخلية أين هي الحكومة من كل هذه العجائب التي تحدث في العراق وبشكل موضوع دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الحادثة قال خلي يفتح الكاظر من مركز شرطة أحسن له من يشتغل رئيس وزراء أما محمد فقال عراق اللي عنده فلوس ما مرتاح والما عنده هم ما مرتاح تقول لا لا ناس مجرمين وسراق هاي مو عشائر هاي عصابات لأن العشيرة المضبوطة بالعرف العشائري ما تدافع عن حرامية وتتبرأ من الحرامية أما أحد فيقول المن باقي بالعراق يقول لصاحب السيرة فعني اطلع من العراق والله أبرد لك أو أبرد لرأسك نذهب إلى صورة أخرى أو قصة أخرى من قصص العراق الصور المأساوية التي شاهدناها قبل قليل مع بعض ليست الوحيدة أو ليس المشهد الوحيد في العراق تطالعنا بين الحين والآخر الأخبار عن حالات إيجابية تستحق الوقوف عندها والثناء عليها وما حصل من بين هذه المواقف ما حصل لعائلة عراقية نسيت أموالها مع صاحب سيارة أجرى حيث سرع صاحب السيارة إلى إعادة الأموال في مشهد يعبروا عن الأمانة لسا الدنيا بخير دعونا نتابع بعد معانات وفر بالحميدية منطقة الحميدية لقينا البيت اللي نزلتين مع العائلة وهذا الويد عامهم وهس رايحين نحن إن شاء الله يرجع الفلوس للحسينية طلعت بيت طلع بيتهم بالحسينية من رجلية تحياتي لكم وما حجي شنو رد أتفعلك والله أنت بالحلال الله يسلمك حبيبي وهس رجعنا للحسينية وهذا المبلغ اللي اللي رجعنا للعالم نسوه بالسيارة وإحنا بخدمتكم إن شاء الله شكرا جزيلا الله يحبب وإن شاء الله يعوضك الله ويشوفك النور والله يسلمك هذا حلالكم ورجع لكم نتمنى من العالم كله أي واحد ينسى لشغله بسيارة إن شاء الله يعني ينسى الله يحبب الله يطيك العافية الله يخلي الله يخليك العايتك بس دعائج دعائج إن شاء الله الله يكذل أهدعك نعبر العراقيون على منصة التواصل الاجتماعي عن شكرهم وتقديرهم لسائق سيارة الأجرة دعونا نتابع ما قاله بعض العراقيين أركان محمد قال هاي رسالة ودرس للبرلمان العراقي خلي تعلم من ابن العراق البار أما أحمد فقال لو خلية قلبت لا تزال النفوس الطيبة وأصحاب المواقف النبيلة ترتقي بأهلها بكل فخر التربية العصيلة تثمر طيبا هنيئا لك بدعوات الملهوفين أما أبو عماد فقال أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة ويقتدي بك من دمروا البلد وسرقوا أمواله وأصبحوا المثال السيء في التاريخ عليهم من الله ما يستحقون أول فاطمة قالت لو خلية قلبت الطيبين هواية الله يكثر من أمثالك نذهب إلى أنت ترى عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها العزاء وصلنا مقطع مصور لمناشدة شاب من سكنة أبغراب غربي العاصمة بغداد يشكو الظلم الواقع عليه بسبب تشابه الأسماء ووجه رسالة إلى وزير الداخلية وإلى كافة الأجهزة الأمنية المختصة لمعالجة حالته في سيطرة الغازالية وباقي السيطرات دعونا المتابعة سيدي وزير الداخلية أكما الغاني أنا أجدك باسم الإنسانية وأنت أبونا وأبو الكل إن شاء الله سيدي هذا الكتاب ما تشابه جبته من مديرية الأدلة الجنائية ما الآية ما الأمن العامة هذا الكتاب جبت من عدها وهذا الكتاب الثاني جبت من عدها سيدي كل هذا وينزلونك سيطرة الغزالية ينزلونك يقولولك يقولولك يضلون يضبطون عليك يعني الله يشهد الله يشهد الله يشهد حتى هذا النقام وما يعتمدوهن سيدي فانا اجدك باسم الانساني يعني انا واحد من الاف واحد من الاف يعني انا والله العظيم والله العظيم تعبت مو بس انا اجدك باسم الالاف الالاف الناس هذا الكتاب قام ما يعتمدونا هذا الكتاب ما يعتمدونا هذا الكتاب الثالث ما يعتمدونا يا سيدي والله حرام فانا اجدك اني شوف النحل سيطرت الغزالية مشروع 117 يعني الله يشهد تعبت قال لاب وقت اجيب لهم من الفدرالية اجيب لهم كتاب من الفدرالية يعني والله العظيم تعبت يعني بعد منين اجيب لهم كتاب يعني شون انهيج وعبر البريد الالكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة والتي جاء فيها الى الجهات المختصة في محافظة الانبار نحن عائلات متكونة من النساء فقط وبمفردنا في البيت وقد داهمتنا قوة مشتركة من سوات والشرطة بدون امر قضائي الى اين وصل الحال يتساءل بنا بحيث يقوم اي شخص لديه عداوة مع شخص ثاني بالتبليغ عليه والادعاء بانه ارهابي والقوات الامنية وبدلا من التحقيق وحماية الضعيف وبسبب استيلان الرشوة تداهم منازلنا بعد منتصف الليل فضلا عن تهجمها علينا بالسب والشتم بذريعة داعش وبدافع الكره والحقد اين الحكومة يتساءلون لماذا هذا الفساد حصنا الله نعم الوكيل على كل راش ومرتشي وعلى كل ظالم نذهب الى الهاشتاك طلب المغردون العراقيون على منصة تويتر بتفعيل قانون العنف الاسري بعد ارتفاع معدلات العنف تجاه الاطفال والنساء الذي دق ناقص الخطر من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان في العراق ولعل ما حصل للطفل المعنف الذي جرى تكبيله وتعذيبه في البصرة مؤخرا خير مثال على حجم خطر العنف الاسري على المجتمع العراقي دعونا اتابع معا بعض التغريدات تحت هذا الوسم ما أبرار غررت وقالت الحالات اللي جاي تضحها سوشال ميديا جاي تخلي عدنا سؤال واحد اشقد عدد الحالات المغفية اشقد أكو نساء وأطفال جاي يتعذبون ويقتلون بمكان ما بهذا البلد ومحة الدراع عنهم تفعيل قانون العنف الاسري تقول أبرار أصبح ضرورة حتمية إنسانية بوسط هذه الغابة العايشين بيها أما سجد فيقول وصل الحال بأنه طفل يتمنى يموت هاي حالة من الآلاف من آلاف الحالات اللي يصير يوميا بالعراق بسبب التخلف والجهل اللي ينعيش وطبعا غياب القانون منأ من العقاب أساء الأدب جوري عبدالجليل قالت على الحكومة تفعيل قانون العنف الاسري وإلا ستغرق في بؤر الفساد والإرهاب فالأطفال الذين يتعنفون اليوم سيكبرون وسيمتلكون قوة لردع الأياد التي تتطاول عليهم لكنها في نفس الوقت ستكون أجيالا تعالم الأمراض نفسية بسبب التعنيف لن يجعل منها هذا التعنيف إلا أجيال المحطمة ولا تعرف غير التحطيم علي قال في العراق فقط الطفل يتمنى الموت في العراق فقط الأب يضرب ابنه إلى أن يغرق في دمه في العراق فقط ترى القانون مع الجهلة تفعيل قانون العنف الأسري نذهب إلى القصص المنوعة تساؤلات حول حماية حريب الأم الملقحة لرضيعها من عدوى كوفيد-19 وباحثون يحسمون الجدل البقية مع تقرير لموقعه السابرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة عزا المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله